ما من الآن يرى بالعين المجرد دخان كثيف يتصاعد من المنطقة الشمالية الشرقية من قطاع غزة هناك سلسلة يعني عنيفة من الغارات الجوية نفذت في تلك المنطقة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لكن الأبرز والأهم مواصلة أيهم جيش الاحتلال وتحديدا الطائرات المقاتلة استهداف منازل المواطنين الفلسطينيين كان هناك استهداف لثلاثة منازل في آن واحد في أكثر من مكان نبدأ من رفح حيث المجزرة الإسرائيلية التي تضاف إلى سجل المجازر التي ارتكبت في هذا العدوان تحديدا تم استهداف منزل مدني في أحد المخيمات في رفح ويدور الحديث حتى اللحظة عن انتشال عدد من الشهداء ما لا يقل عن 11 شهيد يدور الحديث عن عدد أكبر لكن هذا ما وصل إلى مشفى أبو يوسف النجار بالإضافة إلى عديد الجرحى والمصابين والأسيما الآن الطائرات المقاتلة طبعا تخترق جدار الصوت قد تستمعون في الخلفية نعم الصوت واضح نعم الطائرات إذن تخترق جدار الصوت وقد تقدم على تنفيذ المزيد من الغارات بالعودة للحديث عن المنزل الذي استهدف في رفح أشرت إلى عدد من الشهداء والجرحى المنزل يقع في بؤرة أو كتلة سكنية في قلب أحد المخيمات كما أشرت وبالتالي الأضرار لا تبدو فقط على المنزل المستهدف بل هناك خمسة منازل على الأقل تعرضت لأشبه بتدمير كل في تلك المنطقة الآن